من صباح لحضراتكم من جديد وزي ما اتكلمنا معاكم في بداية الحلقة نهاردة منتخب مصر الكرة اليد عنده مواجهة همة في نهائي بطولة أفريقيا بحثا عن اللقب الثامن واجهة النهاردة هتكون مع منتخب كاب فيردي واللي في الحقيقة كان مفاجأة في البطولة خلونا نتكلم أكتر مع الناقد الرياضي اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو محمد عفيفي زيك يا محمد صباح الخير بسانت هانم صباح الخير بساذ محمد صباح الخير على كل مشاهد صباح الخير يا مصر أينما كانوا في بداية يوم للتفوق الرياضي مع لعبة شعبية كسبة الجماهرية بالإنجازات التاريخية على مدار التاريخ بقى في أفريقيا في العالم هم ماشيون بشكل حلو ده حقيقي يعني احنا شفنا المنتخب في الحقيقة حاجة كده تشرف لعيبة قد المسئولية بيلعبه وتحسن تتفرج على مباريات عالمية فعلا أربع مباريات ببطولة أمم أفريقيا التقييم الفني للمنتخب نحو الوصول للنهائيات حابين بقى في في شرح لنا بتأكيد هو المنتخب الوطني بشكل عام هو نتاج لمشروع طويل الأمد وده كان ميزة في كرة اليد المصرية أنها برغم تغير المسئولين عن كرة اليد المصرية منذ أن كان حط الأساس دكتور حسم الصفل هو رئيس الحالي للإتحاد الدولة لكرة اليد ورئيس الأسبق للإتحاد المصري لكرة اليد وحط أساس أنه في حاجة زي مدرسة المهوبين كانت موجودة في مصر اسمها مشروع العمالقة فبدأ يبقى فيها عين خبيرة بتختار العيبة منه هي صغير فطالما الأساس صح هيجاب المهزة كريح فكان عندنا ما بعد مشروع طويل أنه في 2019 كنا أبطال العلم على مستوى الناشئين ثالث علم على مستوى الشباب وكان ثامن العلم على مستوى الكبار وعدلناها بقتسعب على العلم في مصر في 2021 على مستوى الكبار إذن هناك ميكس كده موجود فيما بين عناصر الخبرة والشباب مع عقليات مختلفة محترفة في الداخل والخارج مع بطولة محلية قوية جدا فبدأنا نشوف أنه لا فيه منتخب قوي جدا فهذه البطولة بيقدم مستوى استثنائي الميزة في منتخبنا الوطني أنه أقل من خمسة أيام ما بين هزيمة إسبانيا في اللحظات الأخيرة على الميدالية الدهبية في ألعاب البحر المتوسط في وهران والدخول في أجواء بطولة إفريق على الأراضي المصرية مع الضغط الجماهيري التعافي الذهني، الصلابة الذهنية اللي عند لعاب منتخبنا الوطني مع العقلية الاحترافية ويكفي حاجة صغيرة بسيطة جدا أن كل اللعبين يعرفوا يتكلموا مثلا إنجليزي فبيتواصلوا مع بروندو بسكوالا المدير الفاني الإسباني اللي منتخبنا الوطني بشكل أيصر في فكرة الثقافة لما يكون موجودة كمان عند اللعبين فكل الدائرة متكاملة لوجود منتخب من الصفوة في عالم كرة اليد في العالم طبعا ده عظيم جدا أنت قلت أن هي كانت تجربة فكرة أننا نحط استراتيجية أو خطة نمشي عليها على مدى زمني والنتيجة زي ما احنا شايفين دلوقتي عايزين نتكلم ونشوف مع الناس مشوار المنتخب كان عامل إزاي في البطولة اللي بتتلعب دلوقتي في مصر المنتخب المصر اللي كرة اليد الحقيقي بيقدوا أداء كله بطولة وحماس قدام قدم مشوار كبير جدا ومشوار طويل ومهم في كل المباراة اللي خضها في هذه البطولة قدم أداء استثنائي في كل المباراة اللي لعبها أمام المنتخبات الأفريقية اللي وجهتوا لحد ما وصلنا لمباراة النهاردة المباراة النهائية اللي يلعب فيها قدام منتخب كابفيردي الساعة 9 بالليل عشان إن شاء الله هيحصد النجمة التامنة ويفرح كل المصرية منتخب مصر الكرة اليد خطف الأنظار خلال مشاركته القوية في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد وإدر على مدار كل المباراة اللي خضها في البطولة إنه يقدم أداء استثنائي في المباراة اللي لعبها أمام المنتخبات الإفريقية اللي وجهته أثناء مشواره في حصد البطولة رقم 8 في تاريقه قدر منتخبنا الوطني لكرة اليد إنه يوصل لنهاء البطولة اللي بتتلعب على أرضه وفوز تجمهوره وبدأت رحلة البحث عن اللقب التامن بالفوز في المباراة الافتتاحية على الكاميرون بنتيجة 40-17 بفرق 23 هدف عن الخصم وكانت المباراة حماسية ومليانة إسرار وقوة وفنيات عالية من جانب لعبتنا بعد المباراة الافتتاحية في البطولة واجه منتخبنا المصري المنتخب المغربي في الدور الثامن وفاز عليه بنتيجة 36-21 بفرق 15 هدف في مباراة شهدت استحواز عالي من جانب لعيبة منتخبنا وفنيات قوية رسمها المدير الفني باروندو جارسيا من هنا حجز المنتخب الوطني مكانه في الدور الربع النهائي من البطولة وبقى قدامه تحدي جديد في مواجهته لمنتخب الجزائر وهو التأهل لكأس العالم والتأهل كمان للدور نصف النهائي في البطولة وفعلاً لعب المنتخب مباراة بقوة كبيرة وقدر يحقق الفوز على الجزائر بنتيجة 34-19 علشان يحجز مكانه في كأس العالم لكرة اليد اللي هيتلعب في السويد وبولندا في شهر يناير 2023 ووقتها كان لسه التحدي مخلصش في التأهل لنهائي البطولة وبروحة مأسية وقوية نزلت لعبتنا الأبطال على أرض الملعب في صالة الدكتور حسن مصطفى وفازوا على المنتخب التونسي بنتيجة 29-27 في مباراة قوية تقلق فيها اللعبة وبعد الفوز ده هيواجه منتخبنا الوطني النهاردة منتخب كابفيردي الساعة 9 بالليل لعبتنا هتدخل المباراة وهم عندهم طموح في إسعاد الجماهير على أرضهم وفي وسط جمهرهم زي ما حضراتكم شفته وتابعته ده مشوارنا في هذه البطولة الأفريقية فقط أربع مباريات قدر المنتخب أنه يفوز وبفرق سكور كمان في مباراة كتير زي ما شفنا في مباراة الجزائر الوضع كان مختلف تماما شفنا كمان في مباراة الكاميرون ده مشوار البطولة لكن بشكل عام المنتخب ليه مشوار طويل جدا كان بيكلمنا عنه دلوقتي النقد الرياضي محمد عفيفي وبيقول أنه كان عندنا استراتيجية موضوع ماشينا عليها بقالنا عشر سنين والنتيجة الخامة الحالية من العيب الجيل الحالي من العيب 100% وده كان يمكن ظهر حتى بدأ ناخد ثماره في جيل 2001 على سبيل المثال عندما حققت مصر الميدالية البرونزية وكان لأول مرة أنه بلد غير القارة الأوروبية ينافس على مركز ثلاثة أولى أو مركز رابع كمان كان في باريس 2001 في طوط العالم وبدأنا نخش بقوة لغاية ما وصلنا أننا بنحقق مدالة زهبية على المستوى الناشئين في 2019 في مجدونيا ثم على المستوى الشباب الثالث وعلى المستوى الكبار بدأنا نبقى فيما بين الثمانية الكبار فهو نتاج لمشروع سنين طويلة بقت موجودة حتى على المستوى بطولات إفريقية احنا خدنا سبعة بطولات كنا بعيد شوية عن الكارة الإفريقية تونس خدت فترة كانت موتة سيدة فبقت وصلت لعشرة ألقاب احنا عندنا البطولة دي بإذن الله في إيدينا إن شاء الله النهاردة على حساب الرأس الأخدر نحقق اللقب التامن وبإذن الله اللقب التاسع كمال لأن البطولة اللي جاية في 2024 هتكون على الأراضي المصرية أيضا بعد سنتين من دلوقتي ولو خيروني أنا كمحمد عفية تكسب بطولة دي وتكسب 2024 يقولون من الاتنين طبعا أنا طمع في البطولة دي طبعا لكن في 2024 أهم لأن قيمتها البطل فقط يؤهل مباشرة لأولمبياد باريسة 2024 زي ما عملناها في 2020 على حساب تونس في رادس لما تفوقنا عليهم وكان أول مرة نكسب تونس في رادس وكررنا السيناريو مرة تانية في دور المجموعات في وهران وفوزنا أول أمس عليهم في دور نصف نهاية كان نهاي مبكر بالنسبة لطول الأفريق في هذه النسخة طيب لو بنتكلم عن النقطة الفنية بقى للمنتخب الوطني والعناصر اللي عاملة في فرق في المنتخب عندنا مصر أمام تونس لو هنتكلم ولو نتكلم النهاردة أمام الرأس الأخضر نحو اللقب الثامن بتأكيد منتخبنا يملك على عناصر كلها الكاملة اللي يقدر من خلالها أنه يفوز باللقب زي ما حقق بالخبرات بدون تهاون بس في المباراة المهمة مثل المباراة تونس الأخيرة واللي كان فيها شوية رعونة في بعض إنهاء الهجمات وده اللي كان مخلي منتخبنا الوطني مقدرش أنه يظهر قدام المتخب الإسباني في اللحظات الأخيرة بالنتيجة كويس أو يحافظ على التفوق أمام متخب إسباني فكرة الإنهاء للهجمات مش بالشكل المطلوب المرغوب فيه زي ما قلنا تعافى المتخب الوطني من الخسارة بتاعة مباراة إسبانيا لكن عنده نقاط قوة كبيرة جدا المتخب الوطني منهم اللعبين المحترفين واللي اتأثروا بالإحتراف يعني كسبوا مستوى أعلى من الفكر زي ما هم محترفين في الداخل كمان لما وصلوا للخارج بدأوا يكسبوا أمور فنية أو تفاصيل صغيرة بدأت تدي للمنتخب الوطني كوة أكبر مع التفاهم والإنسجام الرابط بما فيهم على سبيل المثال علي زين وهو بطل أوروبا مع فريق برشلونة بالتأكيد لعب مؤثر جدا ومهم جدا في تشكيلة الدفاعية مع أبراهيم المصري المحترف في النادي الأهل على سبيل المثال هو محترف في الداخل لأنه البطولة المحلية بتفرس لعبين الكبار منهم مثلا على سبيل المثال ثالث لعب في الدائرة بالنسبة للمنتخب الوطني شهاد حسين لعب من اللعبين المهمين جدا في تشكيلة متخب الوطني تعرف أنت بتتكلم معنا علي زين في مباراة الجزائر كان فيه كرة هو كان بيشوتها وبعدين الدفاع حاشه عشان ما يشوتش الكرة ووقع وهو بيقع وبيلف هو مش عارف الحكم يحكم بإيه لعب الكرة هو بيقع يعني شوف الإصرار هو إصرار وفي نفس الوقت لأنه لازم يلعب الكرة عشان يأخذ رمي جزائر وهو بيقع كمان لازم يصوب علشان يأخذ مع المدفعين للداخل لعبها بظهره يعني عارف أنت صحيح ولازم يحاول التصويب علشان تبقى رمية 7 أمتار مش رمية 9 أمتار ففيها شغل وديها على فكرة ميزة برضو لأنه مش أي لعب يقدر يسيطر على جسمه إنه هو يصوب تجاه المرمى وهو بيسكت دي الخبرات مع طبعا يحيا خالد اللي خاد مرتين أفضل لعب فيه المبرارة من الأربع مباراة لخضر منتخبنا الوطني وهو محترف في فاس بريم المجري اللي هيروح له في الفترة اللي جاية يحيا الدرع يحيا الدرع في نادي زمالك ابنه اليوبلس القاهيري أحد اللعبين المؤثرين جدا كصانع ألعاب موجود هو هيحترف وتقيل وهو موجود في مصر هوا في الحقيقة كلهم يعني لعيبة فعلا تقال وخلينا نفتكر أكتر بقى عن لعبتنا منتخبنا الوطني لكرة اليد ده عنده سجل كبير في الحقيقة من الألقاب الأفريقية والدولية وقدر أنه يحقق سبع بطولات أفريقية خلال مشاركته اللي فاتت التقرير اللي جاي هنقدر نعرف مشواره المنتخب الوطني لكرة اليد مع البطولات الأفريقية سجل إنجازات منتخبنا الوطني لكرة اليد في بطولة أمم أفريقيا حافل بالإنجازات والمشاركات القوية اللي قدرنا من خلالها نحقق النجمة الأفريقية سبع مرات مشاركات كانت حماسية وضعت مصر على خريطة الاستحواز للعبة لأكتر من أربعين سنة منتخبنا الوطني لكرة اليد شارك في 23 نسخة من نسخ بطولة أمم أفريقيا غاب عن أول بطولتين بس سنة 1974 و1976 وكانت أول بطولة حققها سنة 1991 في النسخة اللي تلعبت في مصر وفزنا وقتها على الجزائر في النهائي السنة اللي وراها على طول لعبنا البطولة في ساحل العاج وحصدنا اللقب بعد ما فزنا على المنتخب التونسي أما اللقب التالت اللي حصده منتخبنا كان عام 2000 واتلعب في دولة الجزائر وفزنا في المباراة النهائية على المنتخب الجزائري بنتيجة 22-20 وحققنا اللقب في مباراة قوية وكبيرة بين المنتخبين شارك منتخبنا المصري لكرة اليد في بطولة 2004 ووقتها مصر استضافت البطولة في القاهرة وحقق منتخبنا اللقب الرابع بعد فوزه على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 31-28 وفي النسخة 18 من البطولة اللي اتلعبت في دولة أنجولا سنة 2008 شاركة مصر وحققت نتائج إيجابية وفوز كبير على المنتخبات المشاركة لحد ما وصلت للنهائي ووجهت المنتخب التونسي وفازت عليه بنتيجة 27-25 وحصدت مصر اللقب الخامس في مشوارها الإفريقي وفي النسخة 22 من بطولة الأميرة السمراء عام 2016 احتضنت مصر وقتها البطولة على أرضها للمرة الخمسة فترخها وقدرت تحقق اللقب السادس في مشوارها الإفريقي بعد ما فازت في المباراة النهائية على المنتخب التونسي بنتيجة 21-19 ووقتها كمان البطولة كانت مؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو وقدر منتخبنا يحقق إنجازين مرة بالتأهل للأولمبياد والمرة التانية بعد ما حقق النجمة السادسة أما في النسخة رقم 24 من البطولة في 2020 فقدرت مصر تحقق النجمة السبعة بعد فزها في المباراة النهائية أيضاً على المنتخب التونسي بنتيجة 27-23 وفي البطولة دي برضو منتخبنا ولعادتنا الأبطال حققوا إنجاز الصعود والتأهل لأولمبياد توكيو 2020 طبعاً زي ما شفتوا وتابعتوا مشوار المنتخب بشكل عام لعبة عندنا بتفرز أبطال وبتفرز لعيبة كبار جداً وما زالت حتى هذه اللحظة بنخرج لعيبة زي ما احنا قلنا إن الجيل الحالي نصه أو أكتر من نصه كمان محترف في الخارج عفيفي لحد فيه ممكن نعول على هذا الجيل لحد مدى طويل كمان لأنه صغار السن وكبار القيمة واحد زي يحي خالد اللعب ده 23 سنة طالع من منتخب الشباب اللي كان في 2019 تلت العالم فكمان كاسر حاجز فكرة أنه قفوز على المتخبات الكبيرة لما مصر على المستوى ناشئين كان فيها حسن وليد أداح لعب ناتي زمالك اللي هو كان قادم من الشمس في 2019 لما يكون هداف بطولة العالم لناشئين وبطل العالم على حساب ألمانيا في الفاينل فده كسر الحاجز خلاص مع المتخبات الكبيرة نفس الكلام بالنسبة لدود وحمد شامسايد هو مصاب لعب نيم الفرنسي اللي بلع فيه محمد سند اللي هو جناح طاير بتاعنا وده الوحيد اللي عليه علامات استفام شوية في الأداء حتى ضيع رمية جزائية كانت هي فرصة التعادل أمام إسبانيا في نهائي وهران ألعاب البحر المتوسط وفي هذه البطولة شارك في مباراتين ولكن ما كانش بالمستوى المطلوب المرغوب فيها لذلك أكرم يوسر هو اللي بياخد دوره كجناح طاير في العموم المنتخب الوطني مزدوا أن البنش بتاعه قوي عنده بدائل تقيلة تقدر تسد قدام أي حد من البطولة الأفريقية والمنتخبات نعم جميل كمان أنه هم يعني عندنا توليفة كده حلوة ما بين الكبار شوية وعندنا أصغر كمان في السنة زي ما أنت قلت المنتخب الناشئين لسه منضم من سنتين للمنتخب الحالي لسه كلامنا مشاهدينا مستمر عن منتخبنا لكرة اليد لنهاردة هيقابل كابفيردي في نهاية البطولة الأفريقية الساعة 9 كلنا وراكوا أبطال كما عنا طبعا الناقض رياضي محمد عفيف كنا بنتكلم عن الروح اللي بيقدي بيها المنتخب ويمكن أنت ذكرت قبل الموجز على طول اللي حصل فيه مباراة أسبانيا وهنا عايزين يكون لنا وقفة قدرنا نستعيد لياقتنا وروحنا بعد المباراة بسهولة لأنه احنا شفنا الأداء على طول كانت أول مباراة لنا مع الكاميرون كان فيه فرق سكور بعد كده المغرب بعد كده الجزائر بعد كده تونس الحمد لله أداءنا كويس وكنا بنامال فرق سكور في مباراة كتير إيه السبب فيه استعادة الروح بالنسبة للمنتخب وهل إحنا مستعدين لما هو أبعد من ذلك يعني إحنا خلاص البطولة دي إن شاء الله بإذن الله نجمة تنها يكون معنا إن شاء الله إن شاء الله وأكيد وكان مهمة أوي فكرة أنه الترقومات أنه اللعبين للمحترفين فعرفين كويس أوي فكرة الفصل فيما بين هزيمة كانت أمام إسبانيا إحنا خدنا فضية في ألعاب البحر المتوسط كانت قريبة الميدالية الدهبية إيه الأسباب اللي خلتنا ما ناخدش الميدالية الدهبية نصلحها خلال خمسة أيام بنواجه الكاميرون نتفوق طبعا فيه فارق في السرعات والخبرات وكل شيء على الأرض الملع فيما بين مصر والكاميرون لأنه مصر فئة أعلى من منتخبات العالم من أفضل سبعة منتخبات على مصر العالم وأربعة كمان بعد وصلنا لرابع والإمبياد توكيو كآخر بطولة كبرى لعبت بعد بطولة العالم كمان ومن ثم أنت في الكريمة طبيعي أن أنت لازم تتعافى ذهنيا ودايما في أي رياضة حتى ما بنتكلم مع بعض في أي مباراة حتى في كرة القدم أو في أي رياضة ما بنتكلم مع بعض فكرة أنه الصلابة الذهنية فكرة أنه اللعب يكون عنده قدرة على التعافي من أي أخطاء ممكن تحدث في أي مباراة مهمة مباراة مهمة مش أي مباراة وتقدر أن أنت تصلحها بشكل سريع عقلية اللعبين المحترفين في الداخل والخارج واللي في الخارج مهمة قوي مع واحد زي أحمد الأحمر مثلا أنه هو قائد موجود على الأرض الملعب فكرة أنه بيتكلم مع اللعبين فكله بيسمع مع مدير فني كان من ثلاث سنين هو أفضل مدير فني على مستوى العالم بروندو باسكوال هذا الإسباني اللي جيب بعد دافيد دافيز مدرسة إسبانية دايما في فكر أنه خلاص الخطأ هنصلحه ده كله بيدي ترقومات العقلية قوية أو يتقدر أنها تنفس كل الأطر التكتكية مع مرونة تكتكية وزي ما قلنا كل اللعبين قادرين أن هم يخدموا أو ينخرطوا في الفكر التكتيكي بتاع بروندو باسكوال نروح أبعد من كده طبعا لأنه زي ما قلنا لعبين صغر السن وكبار القيمة كلهم وغدين إنجازات كبيرة سواب أوروبا مع الأندية محليا أو قريا حتى بالنسبة الآن والزمالك وفي نفس الوقت مع منتخبنا الوطني على مستوى المراحل السنية المختلفة عندنا في 11 من يناير بإذن الله القادم أقل من خمس شهور بطولة العالم هتنطلق بطولة العالم مصر العين على المنافس على اللقب بطولة العالم هتكون في بولندا وسويد مصر تأهلت طبعا مباشرة لأنها فيما بين الأربعة الكبار النهاردة نتمنى المنتخب الجزائري كمان يكون خامس المنتخبات الأفريقية الموجودة إنه في خمس مقاعد مباشرة وبالمناسبة مصر وطونس على الأغلب هيقع مع بعض في طولة العالم في بولندا وسويد لأنه القرع وقعت في بطولة العالم وقعت بطل أفريقيا على رأس المجموعة السبعة مع تالت أفريقيا فعلى الأغلب إن تونس ستكسب المغرب النهاردة على المركز التالي فتبقى التالي ومصر إن شاء الله تكسب رأس الأغضر في المركز الأول فهيبقى التنازل مع كرواتيا هيبقى في مواجهة في دور المجموعات زي مواجهة دورة ألعاب البحر المتوسط في دور المجموعات ومصر دائماً خلاص بقى فيه سيادة وفيه تفوق فعلى الأغلب مصر وطونس كمان مع كرواتيا والولايات المتحدة دول بالنسبة للقرع اللي موجودة وإن شاء الله كمان الجزائر زي مونا تنضم البحرين مؤهلة المملكة العربية السعودية مؤهلة والمغرب طبعاً مؤهلة وكمان المتخب القطري مؤهل يعني فيه منتخبات عربية إن شاء الله تزداد بوجود قطر بوجود عفواً الجزائر مع قطر والبحرين ومصر والتونس والمغرب بإذن الله بشكل عامل المتخب قوي جداً وبعد اتأهل بطولة العالم قادر أنه يستعد من هذه البطولة خلال خمسة أشهر فيه كلام على أنه مدير فاني مكمل مش مكمل هو كده كده مربوط بنادي يقدر يشيل منتخبنا الوطني في الفترة اللي جاية خلال الوقت القصير ده لأنه في عالم كورة اليد محتاج وقت لم يطرح أي اسم تقيل ولا لم يطرح أي اسم أنا لغاية دلوقتي ما عرفش إن فيه أي اسم يطرح على الساحة إنه يبقى موجود أو حتى في الكواليس بيتقال وبرنده ما ينفعش أنه يمشي دلوقتي يعني إيه كمل بطولة العالم اللي جاية في يناير وبعد ذلك نقدر نحن نتكلم عن أنه ممكن يبقى فيه مدير فني آخر اسمه مصر الوقت هو اللي بيكذب المدربين الكبار المهم من مباراة بتاعت النهاردة لأنه بزبط أنا سألي توقعاتك النهاردة هتبقى عاملة ازاي للمباراة اللعيبة فوقت نظرك هيلعبوا ازاي الحماسة التشكيلة هتبقى عاملة ازاي فوقت نظرك احنا دايما بيشوف بيشكل ما بين اللعيبة كل شوية بيش حد احتياطي بيش حد احتياطي فوجت نظرك تبقى التوقعات ايه ولو فيه رسالة توجيها كمان للعيب باكيد التوقعات بالنسبة لأداء الفني المتخبن الوطني قادر على أنه هلمن على الإقاع والرتم من البداية العين على الدفاع والاتنين محمد علي وكاتونجا كريم هنداوي حراس المرمى في مثل هذه المباريات المهمة عليهم العين أنهم يكونوا المتخب المغربي أنا قلت في أحد البرامج يعني أنه الرأس الأخدر هتفوز فسأل ده المغرب وقالت لهم لا الرأس الأخدر كان هدفها توصل لبطول العالم فهي حققت الهدف في الوقت يتلعب بدون ضغوط فانا بلعب من أجل الاستمتاع وده اللي خلاهم يفوزوا على المغرب بفرق الأربع هدف النصف النهائي فهيلعبهم مرتاحين بالزبط كده وبعدين ما عندهم شعناصر فردية هي التقيلة في القصة وما عندهم أداء جماعي بيلعبوا على الدفاع القوي دفاع السيطة الصفر أو الخمسة واحد ثم الكاونتر أتاكا والهجمة المرتد بعملوه بشكل سريع جدا فلازم منتخبنا الوطني يلعب دفاع قوي جدا ويلعب على سرعة الأداء بشكل كويس جدا أعتقد أن منتخبنا الوطني قادر بيلعبين الكبار مع تقالك حراس النرمى ودفاع على الفوز بهذه المباراة والكأس الثامنة بإذن الله وإن شاء الله مصر نحتفل اليوم إن شاء الله كل شكرا لك طبعا بنشكرك شكرا جزيلا أنا قد أرياضي محمد عبد شكرا